ترأى سواكيل أول محافظة تعزي الدكتور عبدالقوي المخلافي اجتماعا موسعا لمناقشة الأوضاع الخدمية والبيئية وإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وفي الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مدريات المظفر والقاهرة وصالة ومدراء عموم مكتب الأشغال والنظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي وشرطة السير ومدراء أمن المدريات وفروع عن مكتب الأشغال في المدينة أكد المخلافي أهمية إلى الجوانب الخدمية والبيئية كل الاهتمام وإزالت كل ما يشوه المظهر الحضاري للمدينة والعمل على كل ما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ووقف الاجتماع على مجمل الأوضاع والتحديات الرهنة والتعامل معها بمسؤولية وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتعامل بحزم على الإشكالات القائمة والمتمثلة في الاعتداءات على المتلكات والمرافق العامة والحدائق والمتنفسات وأراضي الضولة وناقش الاجتماع إزالة العشوائيات المشوهة للمدينة بالتنسيق مع الأمن وسرعة تنظيف مجاري وعبارات السيول ورفع مخلفات البناء في عدد من الشوارع وإزالة أي بناء مخالف غير مرخص والتحري في إصدار رخص البناء بحسب المخطط العام وضبط المخالفين ومعالجة طفح المجاري وتوسيع أمال النظافة والاهتمام بالتشجير وتوفير المياه لزكان المدينة بشكل عادل وترتيب تنظيم الأسواق والحد من الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة والقضاء على الكلاب المسعورة والتعامل مع شكاوى وقضايا المواطنين بمسؤولية وأوصل الاجتماع بالمشاركة المجتمعية في حملات النظافة وتوعية في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي وأقر الاجتماع إلزام مدراء المدريات والمكاتب المعنية بسرعة تنفيذ ما تم مناقشته في الاجتماع بشكل عاجل